اهلا بكم ومرحبا بكم مع الاسف ذاك العبقاري مول ذاك الفكرة ديال التحاليل وديال التعقيد باش ان لا العليقين ولا مغاربة العالم اللي يخصون يزوروا الاهل ديالهم ولا الوالدين ديالهم امراض ولا الام ولا الاخوان اللي يكون في العوان لكن ذاك العبقاري حرم وبغي حرم الاطفال اللي تيرفقوا الوالدين ديالهم اما الام واما الاب الاطفال اللي ما عندهمش جواز صفر مغربي وما عندهمش بطاقة تعريف وطنية مغربية لانهم قاصرين بقين صغر وعندهم جواز صفر اجنبي العبقاري حرم ذاك الاطفال وما افهمش واش عن قصد او لا عن غباء فعلا هاد العبقاري يصحح هاد الخطأ بسرعة لانه البارح في ايطاليا تم المنع ديال واحد الام على الاطفال ديالها لانهم عندهم الجنسية ايطالية والام غدية الزيارة ديال جنازة في المغرب ديال العائلة ديالها وحرموها وردوها من المطار لان الاطفال ما عندهمش جواز مغربي لكن هاد الاطفال مع الام ديالهم اللي هي مغربية وقاصرين مخص انه هاد الاطفال احتمو الديو الضريبة ديالهاد العبقاري لانا استعمل كريمة عبقاري الا استهزاء به فراجعوا هاد القرار اللي هو ماشي في محلو اللي هو قرار اللي تيمنع الاطفال الصغار لمرافقة الامهات ديالهم للمغرب مسألة اخرى بغيت نشير لها ان ذاك المجموعة ديال ديال الكائنات وذاك المجموعة ديال خفافيش الضلام وغد نقول لهم ذاك الحملة المصعورة ديالتكم ما غد يش تنجح فانا جمال دين ريان لست انفصاليا لست انفصاليا ولم اكن يوما ما انفصالي انا جمال دين ريان لست ضد مقدسات الدولة انا جمال دين ريان لست خائن ولا اتعامل لا مع اي جهاز من الاجهزة فانا اقول كلمة الحق واللي ما اعجبوش هالكلمة ديال الحق ما كان علاش يسمع ليها لكن باش ينشر التفاهات والاكاديب ويكتب التفاهات والاكاديب فتيبان بان المستوى منحط لانه تخوين الناس التي تتكلموا عن الحقيقة والتي تفضحوا تجاوزات والممارسات الغير الانسانية فلا تهمني حملاتكم فنطلب من هذا العبقاري انه يصحح الخطأ ديال اطفال الصغار لمصاحبين الامهات ولا الاباء ديالهم للمغرب وما عندهمش جواز صفر مغربي او بطاقة مغربية لانه كيفاش عاد تدير الطفل عنده سنين ولا ثمان سنين ولا عشر سنين انه قد تكون عنده بطاقة وطنية مغربية وشكرا